بدوره وجه القيادي والمرشح في تحالف عزم سالم العيساوي رسالتين الأولى إلى الأطراف السياسية داخل المكون السني مفادها ألا يقفوا حجر عثرة أمام جهود تحالف عزم الرامية إلى إعادة نازح جرف الصخر لمناطقهم وإنهاء مأساتهم المستمرة منذ سبع سنوات والثانية إلى الأطراف السياسية من بقية المكونات والتي حثهم فيها على التعاون مع تحالف عزم لإنهاء هذه العقدة الإنسانية اليوم التحالف عزم أخذ على عاطقة تبني هذا الملف الإنساني الإخلاقي لمتابعة إنهاء هذه العقدة الحقيقية التي وقفت عائق أمام المجتمع العراقي والعملية السياسية والنظام العراقي ولا يخفى على جميع خلال هذه الحكومات المتعاقبة للأسف التي أصبحت غير قادرة ولم تكن قادرة على أن هذا الملف بفضل الله وبالتعاون مع الشركاء من السياسين تم التفاهم على هذا الملف وإنهاء هذه العقدة الإنسانية قبل يوم أمس دخل وفد مشكل من أبناء العشائر وزاروا جرف الصخر وهذا أول الغيث بإذن الله أول الغيث يبدأ بقطرة إلى أبناء المكون السني من السياسين عليهم أن لا يقفوا حجر عثرة أمام هذه المهمة الإنسانية الإخلاقية المجتمعية التي يجب أن يكونوا أول من حملوا هذه الأمانة من إجل الإنهاء معاناة أهلهم في جرف الصخر وبشكل عام إلى أبناء السياسين بشكل عام عليهم التعاون ورص الصفوف والتعاون مع السياسين من أجل إنهاء هذه العقدة الإنسانية التي أصبحت عائق